وخلال لقائه مع رئيسة الوزراء التونسية ناجلاء بودن أعرب رئيس السيسي عن التقدير والموادة التي تكونها القيادة السياسية في مصر والشعبية أيضا للأواصر التاريخية الواتيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين كما جدد الرئيس السيسي تأكيده على ثبات دعم مصر للقيادة التونسية والحكومة في اتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد مع التجديد على ثقة مصر في قدرة السلطات التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق ومن جانبها أكدت رئيسة الوزراء التونسية اعتزاز بلادها بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي وحرص الجانب التونسي على استمرار وطيرة التشاور والتنصيق الدوري والمكثف بين البلدين الشقيقين معربة عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها في صون الأمن والاستقرار الإقليميين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تترقت إلى سبل تعزيز العلاقات التونئية بين البلدين على كافة الأصعيدة خاصة ما يتعلق بالتيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية كما شهدت المباحثات تبادل رؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة تطورات الوضع في ليبيا حيث تم توافق بشأن تكتيف التنسيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية اشتركوا في القناة